في الأعظمية المنزوعة السلاح إطلاقات نارية باتجاه منزل أماروان التي تعيش حالة من التهديد بالقتل والاختطاف لمجرد أنها لم تدفع الأتاوى التي يفرضها متنفذ على محلهم التجاري أنا منص الأعظمية أخاف جهالي أدزهم للمدرسة أخاف هذا الشخص هددنا هددنا بالخطف هددنا بالقتل قتل خلاص قال لي زين أنا أخاف على ولدي يا زين الله شاهد ضربنا طلقات يعني لا أصوك هذا نب هذا الشخص شي يريد من عندنا ما أعرف شي يريد من عندنا يقول أنا أنتسب الجهة حكومية زين وش نسوي نسوي وينما تروحي نروحي على الرغم من إغلاقها للمحل الذي تعتاش عليه العائلة إلا أنه كان في مرمى نيران الأمر الذي دعى أماروان لمناشدة الدولة بتوفير الحماية قبل وقوع الكارثة بأحد أفراد أسرتها قام يبتزوني بمبالغ مالية هو قام يبتزنى وعدنا شهود على هذا الحديث الصار وعدنا صور على هذا الحديث الصار وقام يبتزنى وضربنا حنة أكثر من مرة لأن نحن منطلان مبالغ المالية نعرف على شن المبالغ المالية اللي ريدها من عندنا هو الضباط المشتركين وياه بس ريد نعرف يقول أنا أدامه بجاء حكومية مسنود وتتحدث ربة المنزل عن قيام الأولاد بترك مقاعد الدراسة والانقطاع عن المدارس خوفا من المجهول الذي قد يحل بهم للشرقي نوس خطب عادل بغداد أنا قاب على ألتدولي شباب سوجدنم يا ربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر